صراحة هي مباراة جد صعبة ما بين فارق ناط بركان وفارق الزمالك المصري كما كنت شوفوا أنه كانت نتيجة الدهب شوية قاسحة للفارقين بزوش لأنها كانت هدفين لصالح فارق ناط بركان وهدف الفارق الزمالك خارج البلد تاحها وصراحة كانت منه أنه يكون الفوز للفارق البرجقالي رغم صعوبات المباراة ورغم نتيجة السلام عليكم نشوف هذا الماتش يعني مقابلة صعبة لفارق البركاني ولا فارق الزمالك حيث بجوج بهم فراقي شوية صعب وإن شاء الله كانت منه الفوز نهاتة بركان وإن شاء الله نولي والمغرب باللقب البركاني الماتش كانت توقعه بالليدي كون ماتش كبير وصعيب في نفس الوقت ونتمنى وغيل التحكيم يكون كما كان في بعض المبارايات وعدنا التقاقات في اللاعبين وكلاعبين وكمكتموسيير هدي ديروا وقع اللي في جهدهم وإن شاء الله يكون أنا ما ديش نمشي لدواء هنشوف كيدخلوا اللعابة بلما ماتوا داروا قعلي في جهدهم وكل هدفك جاو واحد الهدف مباغت في الدراري على الداخلين جاو واحد الهدف مباغت يعني شوية أطر شوية على الدراري كندنك أرى بيونسيرا لأن كندنك يدافعوا عليه ويدافعوا على قعلى الجماهي البركانية والمغربية خاصة ويشرفوا الراية المغربية اللي يتكون في كمك صح يعني شتا اللغة شوف تغيرت يعني أنا دلوقت كنت كلم زي واحد مصري بس يعني أنا كنت بديت الكريرة نتعطي في اسبانيا أنا عايش في اسبانيا عائلتي كل عايشة في اسبانيا وزي أنتم عارفين يعني في اسبانيا الكورة كبيرة هو فيه لعيبة كتير ويعني صعب عشان مش عشان تنجع يعني صعب أكتر فهمت وجربت يعني فورصة في مصر عشان شوفت برضو يعني كورة يعني في أحسن يعني في أحسن أفريقيا يعني أحسن كورة في مصر وفي مغرب صراحة يعني في أحسن دولة يعني مصر ومغرب وجيت جربت هنا في مصر وصراحة ماشي كويس يعني دلوقت يعني في نادي محترم نادي سيناميكا كليوباترا وإن شاء الله نتمنى الخير صراحة بلد نتعتي أنا ساكن في الحسيمة أنا بلد نتعتي عايز صراحة عايز يعني نخلص نلعب كورة يعني في مغرب بس إن شاء الله خير كل مكتوب ونشوف يحسب لي صراحة أنا أنا الزمال كوي أنا لعبت الزمالك ونقدرش يعني نقول نادي تاني وأنا عارف بأن الزمالك نادي محترم وبرضو يعني يكون ماتش صعب هما بركان هما غلبانين تنين واحد واللي يخصي يغلب هنا هو الزمالك نشوف إن شاء الله الماتش روح الرياضية ويكسب لي أحسن اللعب هذا ما أزيغ يعني والله يرأى شكراً بزافي ناتمو أسقاني وذنيدو سينتاج جاتاً مصر رمشاد فارج نجي شجعنا نادي بركان وإن شاء الله أتمنى أصنى الخير يكورشي الجمهورة مازيغية والريفي ومغربي وكورشي أنا شايف يعني اللعيبة مغاربة هنا أكتر من واحد نجح في الدوري مصر زي بدر بنون والشيبي والكارتي يعني اللعيبة كثير من مغاربة نجحوا في مصر عشان برضو في مصر يعني الناس محترمة كتساعد الناس أنا شايف هنا زي أنت واحد منهم كيساعدك في كل حاجة وإن شاء الله أنت منهم الخير لكل اللعيبة مغاربة في الدوري مصر وبرى مصر أقول لك أنا يعني الماتش يكون صعب يعني أنا لعب في النادي زمالك وعارف الجو اللي فيه جوه والجمهور يعني الضغط اللي عنده من اللعيبة وأنا عارف من دلوقت اللعيبة عارفين يعني هو ده نهاية نتعته يعني الكاس ده مهم عليهم وإن شاء الله نتمنى أهم الخير للتنين نادي بركان صراحة لعب ماتش في بركان محترم رباح تنين واحد وهنا إن شاء الله نتمنى أهم الخير بس نقول لك يعني يكون ماتش صعب طبعا المنتخب مغربي يعني أنا يعني الجول انتعتي يعني عشان يعني في الكارير انتعتي هو منتخب مغرب أنا ما كان فكرش في مكتم كيدا كان فكر في أول في النادي وبرضو في المنتخب قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر